انها البحرين التي تتجدد ثورتها كل يوم مع كل اجراء تتخذه السلطة بهدف اخمادها فالاحكام القاسية التي اصدرها القضاء البحريني بحق كوكبة من الثوار يوم الاربعاء الماضي ارتدت بعكس ما ارادته السلطة حين عمت المظاهرات والمسيرات اغلب المناطق وهي تردد احكامكم لن توقف الحراك البحرين التي اضحت ثورتها وثوارها مدرسة ارسلت امس رسالة واضحة للسلطة وللعالم اجمع ان الثورة مستمرة مهما كانت الخطط والبرامج المضادة فلا القتل ولا التعذيب ولا التشريد ولا هدم المساجد والاعتداء على الحرومات والمقدسات ولا الاحكام القاسية قادرة على ايقافها فهي كما قالت شعارات الامس مستمرة حتى تحقيق النصر المبين الحصار الذي فرضته قوات امن النظام على السهل الشمالية لم يمنع الجماهير التي استعادت من خلال الاحكام روحها وحيويتها الثورية من ان تقوم بقطع الشوارع والطرقات وردع القوات التي استخدمت ضدهم كل اساليب العنف لصدهم عن التظاهر بل الانكى من ذلك ان تلك الجماهير هتفت بشعارات ترفض مشاريع السلطة في الالتفاف على مطالب الثورة الحقيقية من خلال ما تطلق عليه بعملية الحوار اشتركوا في القناة